خطوات عليك فعلها لمعرفة عمر قطتك من الفراء أولا افحص فراء قطتك لمعرفة مدى سمكه اعتمادا على عمر قطتك فقد يكون فراؤها أكثر أو أقل سمكا يفترض أن لا تتعرض القطة للصلع أو فقدان شعرها لكن بتحديد مدى امتلاء فرائها يمكنك أن تحدد عمرها على نحو تقريبي يحتمل أن يكون فراء قطة كبيرة في السن أكثر سمكا من قطة أصغر سنن ويحتمل أن تحدث تغيرات موسمية الفراء الصيفي أخف من الفراء الشتوي إذا كانت قطتك تفقد شعرها فعليك زيارة الطبيب البيطري ثانيا تحسس ملمس فراء قطتك هناك بعض الاختلافات الطفيفة التي تحدث لفراء قطتك في الأوقات المختلفة من حياتها بالنظر إلى هذه الاختلافات ستكون قادرا على تكوين فكرة جيدة عن عمر قطتك القطة الصغيرة في السن تمتلك فراء ناعما وممتلئا بالشعر والقطة الأكبر سنا يكون فراؤها خشنا على الأرجح قد تظهر بعض البقع من الشعر الرمادي في القطة الكبيرة سنا ثالثا لاحظ نوع جسم قطتك مع تقدم قطتك في السن ستختلف مستويات نشاطها هذه التغيرات في مدى نشاط قطتك قد تؤدي إلى تغيرات على نوع جسمها الحكم على شكل جسم قطتك قد يعطيك فكرة عن عمرها تميل القطة الأصغر سنا لأن يكون جسمها نحيفا وعضلي ويرجع ذلك إلى مستويات نشاطها المرتفعة وقد تكون أجسام القطة في منتصف عمرها أكثر انتلاءا ودائرية والقطة الأكبر سنا على الأرجح تظهر لديها عظام الكتف ويتراهل جلدها شكرا لمتابعتكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة دمتم بخير